في الرياضة بطولة آسيا في كرة القدر المستمرة في قطر واللبنانيون على موعد مع مباراة مهمة غدا كيف هي تحضيرات رجال منتخب الأرز؟ الزميل جورج السويدي يضعنا في التفاصيل تفضل جورج مساء الخير رمي مساء الخير ياس بك إذن بيخود منتخب لبنان مباراةه الثانية ضمن المجموعة الأولى لنهيئة كأس آسيا بمواجهة الصين بكرة الساعة وحد ونص الظهر بتوقيت بيروت على ملعب الثمامة بالعاصمة القطرية الدوحة وبيطلع لبنان بهاللقاء إلى تخطي نكسة المباراة الأولى مع قطر وسط تمسكه بتموحات التأهل لدور الساعة وهو قبل رح يكون بمتناول اليد بحال فوزه على نظيره الصيني مما رح يوضعه بموقف مريح قبل مباراةه الثالثة والأخيرة عمام تاجكستان بـ 22 من الشهر الحالي وعم بيركز مدرب المنتخب ميودرا جرادولوفيتش خلال التدريبات على الفعالية الهجومية وترجمة الفرس إلى أهداف من بعض الأخطاء اللي صارت بمباراة قطر وبالتالي رح نشوف بكرة على المنتخب اللبناني بصورة هجوبية من أجل تحقيق الانتصار ومواصلة المشوار الأسيوي وكان الـ LBCI مقابلة خاصة مع مدير المنتخب اللبناني رشيد نصار حول مباراة الصين هلأ الضغوط صارت أقل المنتخب الصيني كمان منه منتخب سهل التحضيرات الفنية تقريبا هي زيتها ولكن التحضيرات الدهنية والنفسية اللي عم تكون مختلفة يجب أنه نحقق هذا الفوز إذا ما حقق أنا الفوز يجب أنه نطلع بنقطة التعاضل الكل جاهز هناك إصابة وحيدة للعب نصار نصار إصابة طفيفة ربما قد تبعد عن مباراة بكرة ولكن بتصور لمباراة تاجكستان رح يكون جاهز إذن بلعب لبنان بكرة مع الصين الساعة 1.5 الضهر بيتوقيت بيروت وفي مباراة رح تكون مهمة أيضا النتيجة فيها للمنتخب اللبنان اللي كان أكيد نفس المجموعة الأولى تاجكستان بموجهة قطر الساعة 4.5 بعد الضهر يعني بعد مباراة لبنان والصين رح نتابع سوى ترتيب المجموعة لهلأ بعد الجولة الأولى أكيد قطر بالمركز الأول بعد فوزة على لبنان بالمباراة الأولى مع ثلاث نيقات الصين بنقطة وتاجكستان بنقطة من بعد ما تعدل فرقين سلبا بالجولة الأولى ولبنان من دون أي نقطة منتمنى بكرة يحقق المنتخب اللبناني النيقات الأولى ببطولة آسيا بقطر ومنبقى بقطر حيث الزميل بيرلا رجار عم بتوكب مباراة المنتخب السعودي اللي عم بوجه حاليا منتخب سطرة عمان بيرلا تفضلي أعطيك العافية مساء الخير جورج نحن أمام ملعب خليفة هيدا الاستاديا اللي بسيح حوالي 45 ألف شخص تقريبا من حوالي 50 دقيقة كانت بدأت المباراة وكانت نتيجة إلى هلأ 1-0 لمنتخب سلطنة عمان على أي حال كانوا وصلوا المشجعين قبل حوالي ساعتين من بدء المباراة إلى أرض الملعب إن كان من سلطنة عمان أو حتى من السعودية ومن مختلف الدول العربية كيف كانت الأجواء قبل بداية من بداية المباراة منتابع سوا بإذن الله بإذن الله أننا اليوم طالعين فايزين إن شاء الله بتكون بارة قوية بس بإذن الله المنتخب العماني راح يشويها ويفوز 2-1 بإذن الله خمسة 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 للسعودية